الدولار بكام يا شباب؟ بـ 42 جنيه يا عمو الدولار بكام يا شباب انا سألت الرجل عشان ابقى يعني امين طبعا هنا الزملاء جايبين ان الدولار بـ 42 جنيه انا سألت صديقنا العزيز اللي هو يعني عنده تواصلات بالسوق السودا في العوم لا سألته مبالح بالليل صلاة العيشة قابلته في صلاة العيشة سألو عليكم زاكا حاجة عامل ايه؟ اول سؤال طبعا مهزر معدي السؤال الدولار بكام؟ انا حد و 41 و 41 ونص فيظهر زاد نص جنيه من بالليل لحد النهار دا فاتتكلم بقى الدولار بـ 42 جنيه طيب ايه اللي حصل بقى جماعة؟ هو الناس بس محدش بيشرح لك انه من اسبوعين تلاتة كده حصل هبوط شديد في الدولار وراح لحد 36 جنيه وبعدين حصل هبوط شديد في الدهب ومش عارف نزل لحد 2300 ولا بتاع وبعدين رجع ارتفع تاني طب محد بس يعني فهمنا عشان احنا بس يعني بنحاول ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يعني ادانا هذا العقل مش عشان يعني نعمله سندوتش مخ ولا سندوتش كبدا عشان نفكر به هو ليه نزل وليه طلع؟ ايه هي اسباب؟ فيه في كل حتة في العالم بتطلع نشرة تفصيلية للتحركات المالية يقولك مثلا الدهب نزل في بورسة وول ستريت عشان مش عارف حصل فيه كذا وعبسة كذا الدولار ارتفع الي الي الياباني هبط عشان كذا 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 بتطلع نشرة تفصيلية في كل حتة في العالم ممكن حد فيكو يشرح لنا ليه الدولار والدهب نزلوا وليه ارتفعوا؟ بس عادي يقول لنا يعني يطلع كده حد من الناس اللي بتتكلم في الاقتصاد حلو دي تطلع تقول لنا والله هيصل الاسبوع اللي فات جلنا مثلا عشرة مليار دولار اتضخوا في السوق فعملوا طفرة فنزلوا الدولار وبعدين خلصوا يعني كان فيه بقرش وخلص فالدولار رجعت يعني حد يقول ايه حاجة شو يا جماعة؟ انا قلت لكم الحكاية دي قبل كده هم بيلعبوا برح في واحد ايوه والله برافو عليكم يا شباب برافو عليكم لانه فيه علاء السقط ده علاء السقط ده قال فيجيو هنفرقوا عليه دلوقتي اللي هو ان البيوت المصرية فيها دولارات قد البنك المركزي وهم عارفين انه فيه مصرين كتير عندهم دولارات وانه الان كل اللي قدر يحصل انا عارف مثلا الناس اصدقائنا عزاز بتفرجوا علينا دلوقتي في سواجه اوه وفي حتة التانية كل اللي قدر يشتري دولار اشتراه واللي ما قدرش يشترى ذهب والناس اللي يعني ربنا يصلى على دي اللي ما سبعتش الكلام ربنا تولاهم يعني فبالتالي بيعمل ايه؟ كل فترة والتانية عارف ان فيه ناس قلبها ضعيف وانه رأس المال مهما كان صغير يعني جبان انا اشتريت الدولار عشان اكسب او اشتريت الدولار عشان حافظ على العملة فانا اشتريت الدولار مثلا لما كان بـ 32 او 33 دلوقتي الدولار بقى بـ 42 فانا كسبان عشرة جنيف الدولار الواحد يعني كسبان عشرة تلاف جنيف الدولار ده الناس اللي اشترت مؤخرا من ابو 32 لكن الحبيب اللي سمعوا كلامي سعتما كان بـ 18 دولار ربنا يبارك لهم اللي اشترى بـ 18 اشترى الدولار بـ 18 ألف الاول ما حصل التعويم على طول من الـ 15 لـ 18 اشتروا الدولار بـ 18 ألف الدولار ده بـ 42 فهو كسب 24 ألف جنيه في الـ 1000 دولار لو كان حوش له عشرة تلاف دولار يبقى كسب ربع مليون جنيه ابو قسمو يا عموة يعني مفروض تقسم معي بس حلال عليك يا عمو تمام؟ فهو بيعمل ايه؟ كل فترة والتانية يقولك اللي قلبه ضعيف هيروح يفك هيقولك بس ده هو السهم نزل يبقى هينزل يروح يجري فيت الحركة دي تطلع فيها ايه؟ 200 مليون 300 مليون نص مليار مليار حسب يعني قلب الناس الضعيف هيروح لاممهم على كام؟ على 36 اسبوعين ويبقى بـ 42 يبقى الـ 6 مليار دولار كسبوه هو 6 مليار جنيه هو هتفتكر انه العصابة دي اللي بتنافس في البطاطس الثوابع وبتنافس في بسكوت المدارس وبتنافس في الكارتة ماشي؟ وكت عايزة تخش على عربية الفول هتسيب سوق الدهب والدولار لناس تانية؟ الحياة دي بقى انت يعني محتاج يتحجر عليك لو انت شايف ان الناس اللي بتشتغل في كيس لبن الأطفال والفراخ البرازيلي هتسيب سوق الدولار والدهب بعيد عنهم؟ يبقى انت يعني يحجر على عقلك فهم كل فترة والتانية يروحوا هب الناس تفك هادي 6 مليار ماكس وزود اه ما تسألش طبعا بيقولك انه اقل نسبة بيع عربية في خمس سنين؟ عربية يا عم الناس لقى تاكل ده انتوا عارفين الكوميكس اللي شغال الناس تعارفين مصيرين برضو شعب ما بيبطلش تهريج يعني هو بيقولك انه مطلوب شريك في كيلو لحلة بس شريك يكون جد يعني يعني عربيات يعني مش حد ايشترا عربيات زي قالتلكوا سعر الدولار حسب ما الزمله جايبينه في السوق السودا هو اتنين واربعين جنيه انا سألت عليه مبارح بالليل كان واحد واربعين ونص تمام؟ خلا نشوف الفيديو اللي اعطي لكم عليه تعالوا استاذ العلاق الساقطي ده هو بيتكلم على انه البيوت كلها مليانة دولارات مصر مخزنة نحاول فعلا نوصل ليه ليه الازمة فين؟ وللأسف الازمة هي اجرائية عندك سوق عندك سوق بالمناسبة في مصر في مصر خلاص الفورين كارنسي اللي العملة الصعبة لدى المصريين ممكن تبقدي لمجده في البنك المركزي يعني اذا ما عندكش مشكلة في الناس الصعبة ما عندكش مشكلة في المصري طبعا ما عندكش مشكلة في الناس ونظرية الناس ما تعرفش تعمل ونظرية ان احنا بصل الجودة بره احسن طيب خلونا بس نشوف طبعا وزارة المالية يعني كان عادة في احتمالات لطرح ازنات خزانة بنص مليار دولار عادي جدا ديون جديدة وفيش مشكلة ديون جديدة ويحطوا درايب زي ما راح انتو عارفين الفيلم اللي حصل اسبوع الفات لما كانت دعاء شغالة معاكو وزارة المالية يروح مجلس البرلمان يقولك البن المحمص هو اللي تحط عليه ضريبة لكن البن العادي لأ لو تشرب بنه محمص انت الجننت يا جدع انت يعني حصل لك ايه انت كمواطن مصر حصل لك ما قالوا البن العادي اللي بايز ده معلوش ضريبة حلوة ما فوش وبعدين عايز تحلق دقنك تحلق دقنك بماكنة كهربا ايه يا عم الرفاهيل انت عايش عايشة اهلك يا عم هات الموس كان اسمه ايه لورد ولا مش عارف نسيت ولا ايه الموس ده وحق في الماكنة بتعشيه وما تحلقش دقنك سيبه سن انت فيه اولا وهتجيب لي ماكنة للشاي والكافيه كمان وهتجيب لي استشوار تصمح شعرك انت والمدام خلي المدام منكوشة كده مالا لما تبقى منكوشة كده هتسدي نفسك وتطفشك من البيت يعني حاجات كده جميلة جدا يعني سلع دي كلها سلع استهلاكية واستفزازية يا جماعة انا مصر الحمد لله احنا الحمد لله ناس كويسين جدا ومترامين ومش كل ما بنتزنق بنفكر كيف نضايق المواطن مصري المواطن مصري ده لطيف ومحتر مهما تحمل عليه يتحمل اديك فرطه عليه درايب سمعت صوته حصل حاجه المواطن انت ع زمان ده فاكر انت فاكر انت طبعا انا كنت لسه عن مولود بس كبرنا وعرفنا فاكر انت 77 فاكر يا حج فاكر يا حجة فاكر لما السادات حاب يتزود مش عارف تعريفها في العيش ها فاكر المظاهرات بتاعت سيد مرعي سيد مرعي سيد بيه كل اللحمة بقى بجنيه يا باشا فاكر كل اللحمة بقى بجنيه فاكر الناس نزلت في 77 اجبارة السادات لا كان في لسه دولة رغم رغم هذه القبضة الامنية العنيفة اللي وجه بها السادات المتظاهرين لكن في دولة لو تراجع عن دلوقتي يا باشا افرض زي ما انت عايز حط درائب وانفخ الناس وعمل اللي انت عايزه شعب ودود ولطيف